الجامعة الافتراضية السورية كتاب القانون الإداري رقم 2 لمؤلفه الدكتور مهند نوح الوحدة التعليمية العاشرة بعنوان آثار العقود الإدارية تقدمة مبادرة ضوء بصوت لما عدرة يغطي هذا التسجيل ما تبقى من الوحدة العاشرة أي من الصفحة 250 إلى الصفحة 257 نهاية العقود الإدارية تنتهي العقود الإدارية إما نهاية طبيعية أو نهاية معجلة وقبل الأوان المحدد لانتهائها لأسباب تتعلق بالفسخ أو القوة القاهرة وسوف ندرس ذلك فيما يلي أولا النهاية الطبيعية للعقود الإدارية وفي هذه الحالة ينتهي العقد وفقا لما يلي واحد انتهاء العقد لتنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهم بشكل كامل فأن يقوم المتعاقد بإتمام الأداءات المطلوبة منه وفقا للعقد وإداء الإدارة لالتزاماتها كاملة ولا سيما تلك المتعلقة بالمقابل المالي ثانيا انقضاء العقد لنهاية المدة المحددة لنفازه ثانيا النهاية المعجلة للعقود الإدارية تنتهي العقود الإدارية نهاية معجلة إما بسبب الفسخ أو بسبب القوة القاهرة واحد النهاية المعجلة للعقد الإداري بسبب الفسخ تنتهي العقود الإدارية بشكل معجل وقبل أوانها بسبب الفسخ الاتفاقي أي إذا تراد الطرفان على هذا الفسخ قبل تنفيذ موضوعه بالكامل أو قبل انتهاء المدة المنصوص عليها لسريانه وقد يتضمن هذا الاتفاق تعويض المتعاقد أو عدم تعويضه حسب ما تلتقي عليه إرادات المتعاقدين ويعد الفسخ عند إذن تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير أنه يلزم لإنهاء العقد بهذه الصورة موافقة الجهة التي تختص أصلا بإبرامه وتستوي عند إذن الموافقة الصريحة أو الضمنية وكذلك يمكن أن يتم فسخ العقد الإداري بشكل انفرادي من جانب الإدارة وذلك لجزاء تتخذه الإدارة في مواجهة متعاقدها وقد سبق أن درسنا هذا الشكل من الفسخ الانفرادي الجزائي في الموضع المناسب وإلى جانب ما تقدم من حالات الفسخ يلاحظ أن الإدارة تستطيع أن تفسخ العقد بإرادتها المفردة لأسباب المصلحة العامة وذلك على خلاف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فالإدارة يجب أن تتمكن على الرقم من الشروط الاتفاقية للعقد التي تربطها مع متعاقديها من أن تنهي هذه العقد قبل انتهاء أجلها متى ارتأت أن هذه العقد قد أصبحت غير مفيدة للمصلحة العامة لأنها أضحت غير متوافقة محتياجات المرفاق العام ومن الواضح أن الإدارة حين تستخدم الفسخ الانفرادي للعقد لأسباب المصلحة العامة على النحو سالف الزكر فإنما تستخدمها بناء على سلطة تقديرية محتومة لها في هذا المجال إلا أن استخدام هذه السلطة التقديرية يتم تحت رقابة القضاء ولكن رقابة القاضي الإداري هنا لا تنصب إلا على نواحي الاختصاص والإجراءات والأشكال وأن يكون قرار الإنهاء قائما على أسبابه وصدر في سبيل تحقيق غايات المصلحة العامة وفي مقابل هذا الحق الخطير المعطل الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقد لأسباب المصلحة العامة فإن المتعاقد معها يملك الحق في التعويض إذا أعملت الإدارة على هذا النوع من الفسخ إلا أن التعويض في هذه الحالة موقوفا على شرط حصول ضررا من جراء إنهاء العقد فإذا ثبت أن فسخ العقد لم يرتب ضررا فلا يستحق المتعاقد أي تعويض والتعويض المستحق في هذه الحالة هو التعويض الكامل الذي يغطي جميع ما لحق المتعاقد من خسارته وما فاته من كسب وقد ينظم العقد ذاته مقدار التعويض المستحق للمتعاقد عند انتهاء عقده وعناصره وفي هذه الحالة يجب إعمال شروط العقد حتى لو تضمنت حرمان المتعاقد من أي تعويض أما إذا لم ينظم العقد مدى استحقاق التعويض ومقداره وعناصره فإن القاضي هو الذي يقدر التعويض وقد نصت الفقرة ألف من المادة الستين من القانون الواحد وخمسين العامي الفين واربعة على حق الإدارة بالفسق صراحة حيث أجازت لأمل استرف فسخ العقد عند العدول عن تنفيذه نهائيا بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتا إلا أن الفقرة بي من المادة الستين سالفة الزكر أكدت على أنه إذا تجاوز وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعاهد فسخ العقد إذا طلب ذلك أي أن الفسخ في هذه الحالة هو أحد مظاهر الفسخ للمصلحة العامة لكنه لا يتم بناء على سلطة الإدارة التقديرية ولكن بحكم القانون وكل ما في الأمر أنه معلق على شرط وحيد هو أن يعلن المتعاقد عن رغبته بهذا الفسخ وفي كل الحالات فقد رتب القانون الأثر الطبيعي للفسخ لأسباب المصلحة العامة أو للإيقاف وإن لم ينتهي بالفسخ هذا الأثر يتمثل بالتعويض العادل عن الأضرار التي تلحق بالمتعاقد بسبب ذلك ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء الإداري وكما تبنى المشرع السوري مبدأ الفسخ لأسباب المصلحة العامة فقد أكده اجتهاد القضاء الإداري المتواتر حيث قررت المحكمة الإدارية العليا صراحة القانون الإداري يسمح للإدارة أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة المرفق الذي تديره تستدعي ذلك وليس للطرف الآخر إلا الحق في تقاضي التعويض عن الأضرار ثانيا النهاية المعجلة للعقد الإداري بسبب القوة القاهرة القوة القاهرة هي ذلك الظرف غير المتوقع وغير الممكن للدفع وغير العائد لفعل أطراف العقد والذي من شأنه أن يؤدي إلى وجود استحالة مطلقة تحول دون تنفيذ العقد وبناء على هذا التعريف يمكن استنباط الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية القوة القاهرة ألف يجب أن يكون الظرف القاهر أجنبيا أي يجب أن يكون مستقلا عن فعل أطراف العقد ولا علاقة له به إطلاقا ومن ثم فلا يجوز أن يكون هذا الحدث ناجما عن فعل مباشر أو غير مباشر من أحد المتعاقدين بي يجب أن يكون الظرف القاهر غير متوقع أي أن الحدث القاهر غير قابل للتوقع حسب الظروف المحيطة بالعقد وقت إبرامي وهذا يعني أن معيار عدم التوقع إنما هو معيار لا ذاتي لأنه يأخذ بالحسبان الظروف المحيطة بلحظة إبرامي العقد تيعدم إمكانية دفع الحدث مما يؤدي لاستحالة التنفيذ وهذا يعني أن الظرف القاهر يجب أن يشكل حالة لا يمكن تجنبها من قبل المتعاقد ويجعل تنفيذ العقد ليس أكثر صعوبة إنما يجعله مستحيلا وهو ما يعني أن الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ وإن كانت جدية وخطيرة إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة إلا إذا أدت إلى إيجاد استحالة جزرية تحول دون تنفيذ الاتزامات العقدية أما بالنسبة لآثار الناجمة عن وجود القوة القاهرة فإنها تتمثل فيما يلي ألف الإعفاء عن تنفيذ العقد وهذا الأثر هو نتيجة قطعية للقوة القاهرة لأن المتعاقد أصبح عاجزا عن التنفيذ بسبب الاستحالة المطلقة التي وضع فيها أو هو ما ينتج عنه عدم مسائلة المتعاقد عن عدم تنفيذه لالتزاماته وعدم ترتيب غرامات التأخير عليه إذا تأخر في تنفيذ العقد بسبب الظروف القاهرة بيطعويض المتعاقد حيث يحق المتعاقد الذي كان ضحية للقوة القاهرة أن يتقاضى التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الأحداث التي وضعته في حالة يستحيل معها تنفيذ العقد أو قلبات التوازن المالي للعقد بشكل نهائي جيم فسخ العقد في هذه الحالة لا يفسخ العقد بشكل تلقائي بل يجب أن يطلب الفسخ من القاضي الإداري وذلك حفاظا على سير المرفق العام بانتظام والطراض فقد اضطرب سير المرفق العام الذي يتصل به العقد وإذا ما سمح المتعاقد بالتوقف التلقائي ودون اللجوء إلى القضاء عن تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة علما أن الإدارة تستطيع أن تنهي العقد بإرادتها المفردة وبقرار صادر عنها استنادا إلى القوة القاهرة في أصبح الفسخ هنا فسخا إداريا وقد تبنى المشرع السوري صراحة القوة القاهرة كسببا لإعفاء المتعاقد من تنفيذ التزاماته العقدية متى توافرت شروطها حيث نصت الفقراجين من المادة الثالثة وخمسين من القانون 51 العام 2004 على ما يلي يعفى المتعاهد من تنفيذ المتعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ إحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجع إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته وكما تبنى المشرع السوري نظرية القوة القاهرة صراحة فقد تبنىها القضاء الإداري السوري ورتب أثارها كاملة وإضافة إلى هذا المفهوم التقليدي للقوة القاهرة هناك مفهوم آخر تبنىه مجلس الدولة الفرنسي للقوة القاهرة وأطلق عليه تسمية القوة القاهرة الإدارية ويتحقق هذا النوع من القوة القاهرة في حالة انقلاب التوازن المالي للعقد بشكل نهائي مما يجعل العقد ميتا وغير نافع لكل الطرفين ودون وجود استحالة تمنع من تفيز العقد في هذه الحالة يجوز للطرفين الاتفاق على فسخ العقد كما يحق للمتعقد أن يطلب من القضاء ذلك دون الإخلال بالحق بالتعويض إذا كان له مقتضان كما يرى بعض الفقه الفرنسي أن الإدارة تستطيع أن تفسخ العقد فراديا في هذه الحالة بقرار صادرا عنها بحسبانها القوامة على سير المرافق العام نهاية التسجيل ونهاية الوحدة العاشرة ونهاية المقبلة